اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من سنسلة البلس اللي كانت موجودة وما تغير حتى عن الايفون 6 بلس اللي كان اول جهاز اصلا بلس من شركة ابل وفكرة انه اوما ما يغيرون لا حجم الشاشة ولا التصميم ولا الرزلوش المال الشاشة محيرتني صراحة تليفون راح يكون عمره ثلاث سنين على نفس التصميم هذا تليفون مو بس حق سنة 2016 هذا تليفون مفروض يقعد بياك ليس سنة 2017 فواحدة من الثنتين يا ابل ناوية انه يتنزلنا قم بلها وايدي كبيرة سنة لهاية من ناحية التصميم والتغيير الجذري من ناحية استخدام التليفون والامور اللي انت ممكن تحصلها بالتليفون يا ابل للحين نايمة عودتونا سنتين بعدين تغيرون التصميم احن تشين بسنة ثالثة بنفس التصميم ما يعتبر التليفون تغير من الامام شكل التليفون نفس الشي بالضبط من الخلف عندك انت بالايفون 7 بلس فتحت كاميرتين بدال واحدة وعندك خطوط مانوت الاري اللي راح تكون بدال تكون سيدة راح تكون لفوت بعدين تقولوا ما في ابتكار شو تقولوا ما في ابتكار فهذه الامور صراحة انا عن نفسي ازعجتني اريت انه كان الايفون بتصميم افضل بس في اشاعات ويت تتكلم عن موضوع انه اصدار الياي اللي راح يكون اصدار العاشر من الايفون ما يندر اذا يسمونه ايفون 7 اس او يسمونه ايفون 8 راح يكون اوهو التغيير اللي المفروض احنا كلنا قاعدنا نطره ايه على الايفون كون انه اوهو اصدار العاشر فراح يكون شيء مميز وسبشل وهذا التليفون مثل تصبيره فلو كان يقدرون يسمون هذا التليفون ايفون 6 اس اس كان يمكن نسموه بس سموه ايفون 7 لان نعودون لنا بعد الاس تماما ايك اصدار يديد فممكن نشوف ان هذه القاعدة تنكسر لان فعلا في امور هنا تغيرت بالايفون 6 اس ما كنا عادة احنا نشوفها تتغير من ناحية الاصدارات الا بعد الاس اولا هي العدسة الكاميرا راح يكون عندنا هنا كاميرتين 12 ميجر بيكسل المستشعر صار افضل عندك تفتحة عزل F1.8 وعندك عدستين مرة ثانية واحدة 28 ميلي واحدة 56 ميلي معناتها واحدة راح تكون wide angle lens وثانية راح تكون telephotic lens وهذا راح يعطيك كروبينج جدا ممتاز من ناحية الزوم في حالة اذا انت كنت بتصور شغلات تكون بعيدة عنك اكثر فيعطيك يحاء انه هو optical zoom بس من مقابل اهو فعليا قاعدة دل بين عدستين موجودة مع الجي جي فايف بالذات ومو بتيكار يديد كثير ما انهي فكرة ابل حبت انه تطبقها على الايفون الاكبر علشان تخليه يكون بالصدارة من ناحية التصوير اللي انت ممكن تحصل على التليفون ما بين الايفون 7 بس والايفون 7 العادي بس الصور نفسه راح تطلع لك من مستشعر 12 ميجابيكسل فتحة العزل مرثاني F1.8 هذا يعني انه راح يدقي دقة افضل بالاضاءة المنخفضة وانا لاحظت هالشي انه قاعد يعطيني تصوير الافضل بالاضاءة المنخفضة بس لاحين الساتشوريشن ما له وايد وايد قليل مقارنة بالايفون 6 اس بلس والشغلة الثانية لاحظتها ان عندك انت هنا الامجز وايد سوفت المعالج ما للتصوير قاعد يخلي الصور ما تكون شارب بالمقابل قاعد تعطيك اياها وايد سوفت عشان تكون اقرب حق يعين المجردة بس دقة التصوير لاحن مثل ما تعاودنا من شركة ابل قاعد تعطينا تصوير جيد مقارنة بالكاميرات الثانية الموجودة بالسوق بس مو الافضل وعادة احنا نتعاود ان ابل تعطينا افضل كاميرا تقارن فيها باجي الكاميرات بس صراحة ان اذا بتقارنها مثلا بقالكسي نوت 7 او مع السامسون جالكسي 7 او الاس 7 اج تصويرهم رح يكون افضل بس الموجودة هنا هم رح تقدر تعتمد عليه وعندك انت هنا لأول مرة كواد فلاش رباعي لفلاش رح يكون من الخلف لونين بس مستشعر مختلف اربعة من نفس الوقت علشان يعطيك اضاءة افضل بالتصوير المظلم او بالاضاءة المنخفضة كاميرا الامامية تغيرت صارت 7 ميجا بيكسل وكنت اتمنى ان نشوف الاي سايت 8 ميجا بيكسل الكاميرا اللي كانت موجودة قبل تنحط جدام ليش لا بس 7 ميجا بيكسل فمستشعر يديد هم مرة ثانية من شركة ابل نوعا ما ويد انجل لينز فتحتها موعدة كبيرة من ناحية العزل بس عندي كترة رتنا فلاش موجود من الامام مرة ثانية ورح يعطيك تصوير جدا ممتاز بالاضاءة المنخفضة اكيد لا تسألني عن سناب سناب اكثر شي يشتغل بشكل متناسب وناضج التطبيق اكيد على الاي او اس اكثر من الاندرويد فاذا انتكت من محبين سناب شات كاميرا الايفون 7 والايفون 7 بلس رح يكونون الامثل والامان هنا صار عندنا ستيريو سبيكرز بس نفس الطريقة اللي نسينا بشتي سي تن عندك سماعة الامامية طلع لكسوت وسماعة اللي موجودة من تحت طلع لكسوت بغض النظر ان هم مشارفة حتى ثلاثة ونص من اللي صار عندك سماعتين بس هم فعليا مقايي يشتغلون ستيريو من تحت واحدة منهم يطلع الصوت ليتحت والثانية يطلع الصوت للامام وفيها مستشعر ذكي عشان يدري اذا انت كنت طالع الفيديو افقية سورية او طريقة عمودية علشان اوه بروحة يعدلك الصوت اهي امانة مو اعلى سماعة موجودة على تريفونات حاليا بس اهي اعلى سماعة صوت لك ايها شركة ابل والصوت فيها نقي صراحة والتربل بيس لا باس فيهم وهذا طبعا موجودة على الايفون 7 بلس وموجودة بعد على الايفون 7 بطارية التريفون صارت قريبة 3000 مليا امبير والايفون 6 بلس والايفون 6 اس بلس من نفس الايفون 7 بلس بطاريته راح تكون جدا ممتازة عمري انا ما حسيت من سلسلة البلس ان بطاريتهم كانت سيئة التزامن ما بين النظام التشغيلي مع العتادة الموجودة هنا ان يكون في عندنا هني شحن سريع علشان تشحن البطارية بشكل اسرع بس للأسف ابل لاحظت لنا شاحن سريع على الايفون 7 بلس الشاشة هني راح تكون خمسة ونصف بوصة والقاما مالها صار اعلى من الايفون 6 اس بلس والايفون 6 اللي انزاله العام كثافة البيكسلات راح تكون نفس الشي رزولوشن معناته نفس الشي وحجم الشاشة مرة ثانية نفس الشي والبانل نفس الشي اللهم القاما زاد فيعطيك وان دافية اكثر ووضوحها راح يكون افضل سطوعها بالشمس جدا ممتاز وحتى بالايضان مخفضة لون الاسود نوعا ما غامج مو نفس الامولد بس اتوقع النقلة اليهاية ان ابل راح تحول حق الامولد كونان الكنسيرفيتف اكثر حق البطارية والبانل ما لها راح يعطيك الوان فاقعة اكثر بس خمسة ونصف بوصة صراحة على فل اج دي يعني بس اذا انت بست بايفون هذه احسن شاشة موجودة بالتليفون شال زر الهوم وصار كباسيتف بوتن شنو يعني هالشي صار ان انت ما عندك زر ينضقط بالكامل عندك انت زر كباسيتف ولما تضغطه راح يكون فيه تحت هابتك انجين تعطيك فيدباك من ناحية الاهتزاز وابل طبقت هالشي على هذا الجهاز علشان تخلي الهابتك فيدباك يشتغل بشكل وايد افضل الموجود عندك انت بنظام التشغيلي وتخلي هوم بوتن بنفسه ينشال كزر ويصير توتش وراكباد بنفس الوقت علشان انت تقدر تستخدمه مع النظام التشغيلي بشكل وايد افضل هذا شيء شفناه احنا على التراكباد الموجود على الماكبوك والماكبوك برو وعلشان يحطولك الهابتك فيدباك انجين شالوا فتحت الثلاثة ونص ميلي وراح اتكلم عن الثلاثة ونص ميلي وشيلتها من شركة ابل وفعلا ليش هي شالتها اوما قالوا انهما شالوه لان اوما عندهم الشجاعة وانا ما احس انهما شالوه لان عندهم الشجاعة لانا في شركات قابلهم شالوه وفتحت الثلاثة ونص ميلي السبب الثاني اللي اعطونا اوما قالوا عشان يحطونا الهابتك فيدباك انجين اضطروا انهما يشيلونها وفتحت الثلاثة ونص ميلي التقنية قديمة كونان هي انالوج ويبوني خلوهم كل شيء يكون ديجيتل فخلوك تستخدم السماعات عن طريق اللايتنينج بورتي اللي موجود عندنا هنا والسبب الثالث اللي اوما قالوا انهما يبوني يسوون هذه الحركة عشان يسوون ما حطته فيه الشحن لاسلكي بتقولولي الشحن لاسلكي مو لاسلكي لطالما انت مقعد تركب اي نوع من الكيابل او اي نوع من الاسلاك على التليفون هذا يعتبر لاسلكي ولما انت تحط القاعدة مالة الشاحن وتحط التليفون فوق عشان يشحن هذا اسمه شاحن لاسلكي فاذا ابل كانت قاعد تسوي بوش حق الوايرلس والحياة اللاسلكية ليش ما حطت شحن لاسلكي بس بالمقابل شيلة ثلاثة ونص ميلي معنات ان كل مصنعين السماعات عشان يسوون اي نوع من السماعات اللي راح تركب مع الايفون 7 او الايفون 7 بلس راح يحتاج ان اوهو ياخذ الرويالتيز من شركة ابل علشان يركب اللايتنينج بورت انت بالنهاية ما عندك شيء وينيفرسل وان المتفق عليه في حالة اذا انت مثلا تتسوي سماعة حق الموترولا موتو زي تستخدم يو اس بي تايب سي اليو اس بي تايب سي اوهو الستاندرد حاليا اللي موجود على التليفونات كلها فعلشان انت تسوي سماعة وتركبها على اليو اس بي تايب سي اللويلتيز ما اللواته راح تكون موايد اقل تكلفة على مصنعين السماعات من اللي انت راح تصنعها حق الايفون فهذا راح يزيد من الدخن مع شركة ابل اكيد السبب الثاني علشان انت تستخدم وايرلس تكنولوجيز نفس الاربود اللي سوت لك اياها شركة ابل ورح تشتغل على طريق الان اف سي او طريق الاردروب اللي اورادي شركة ابل عودتنا عليه وهو مثلا على الابل ايربود راح تحتاج انك انت تركب الو وون من شركة ابل علشان يصير التزامن ما بينهم بشكل وايت سلس وسهل نفس اللي احنا نشوفه مثلا على الان اف سي اللي موجود على الاجهزة الثانية فمرة ثانية راح يدفعون لوريالتيز حق شركة ابل عشان يحطون الشيب مع شركة ابل عشان يشتغل مع الايفون سيفن والايفون سيفن بلس فزيادة للدخل حق شركة ابل انا ما انقد انه اهم معروفة يسوون بزنس مادل و سكسسفل وقدرو يدخلون الفلوس زيادة بس انقد على انه انتو تابعون تسوون بوش حق الوائرلس بس ما حطيتوا لنا شاحن وائرلس لاسيليكي على الايفون سيفن والايفون سيفن بلس فلا تقولون انه ايه كورج لانه هي مو شجاعة شركات قبلكم سوتها ولا انتو قاعد تسوون بوش حق الوائرلس لان انتو لو صدت شتابون تسوون بوش حق الوائرلس كان حطيته شاحن وائرلس للمرة الالف فانتو فعليا انشلتوها علشان تابون تحطونها بتكفيد باك انجين وزلق بطيحة مثل ما احنا نقول عندنا هنا بالكويت تزيدون الفلوس اللي انتو ممكن تطلعونها من ناحية السماعات اللي ممكن تنبع من شركات الثانية اللي تصنع سماعات حق الايفون سيفن والايفون سيفن بلس على اقول الله اكبر انا احس ان هذا كانت الاسباب اللي حطوها يعني تخيلوا سامسونج لانا سوت تشيلك فتحة الشاحن تماما الموضوع مو تشيدي يا جماعة الخير المفروض يعني انا هذي الامور اللي صراحة اتضايقني بشركة ابل ان الشفافية ما بينها وما بين العميل مادري شفون صايرة صراحة وبعدين لا نستغفل بعض من ناحية الامور اللي انت ممكن تحصلها بتليفون بهذا السعر وهذه القيم اللي موجود انت عندك حاليا بالسوق هذا اغلى تليفون حاليا موجود بالسوق لما اقول اغلى تليفون اعني من ناحية او HTC 10 او LG اكيد لما تيطالع الايفون وهو راح يكون الاغلى تماما فلما تينت تاخد تليفون بهذه القيمة اكيد راح تدقق كل صغيرة وكبيرة لان انت مو قعد تدفع كنار انت قعد تدفع بيزان شيء اليديد اللي هم حطه الاكيانت بالايفون 7 اكيد راح يكون مقاومة الماي ومقاومة الاغبار بس ابل قالت انه هي تليفوناتها الوارنتي مالة التليفونات او الضمان مالة التليفون ما راح يغطي دخول الماي بالجهاز في حالة اذا صار فيه تسريب من الماي فاذا انا كنت راح ادفع القيمة هذي كلها ما راح اجازف وصور فيه تحت الماي لان ابل ما تنصح به شيء فخلنا نستعمل مقاومة الماي كونها راح تكون زين احيق اذا طيق مطر رذاذ الماي اذا حاشى ماي بالغلط قعدت يدد تليفوني كيمك امورك راح تكون بسيطة واخر شيء تغير بالايفون وهو اكيد الالوان و ابل عادة نزل الكلون يديد اللبص ضار الاس وايفون 5 نزل منه اسود وابيض وايفون 5s نزل منه اسود ابيض ذاهبي الايفون 6 نزل منه اسود ابيض وذهبي وايفون 6s نزل منه ابيض واسود وورد بس هالمرة ايفون 7 نزل منه اسود مطفي وعندك jet black اللي هو اسود اللماع وسيكون ابتداء 128 جيغا بايت لـ 256 جيغا بايت ناس ب Sho Rest ممكن تقول احمد بس ابل دخلت لنا شيء جائد شالت 16 جيجا بايت وحطت لنا كل المساحات دوبلتها بنفس السعر أبل ما شالت 16 جيجا بايت ما في شركة حاليا تصنع لك ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت إلا لطاحت حظ فما تقدر أبل تحط المعالج أو الذاكرة الداخلية تكون 16 جيجا بايت والإثبات حق هذا الشي كل تصنيع آيفون 6S وال6S Plus اليديد ما في 16 جيجا بايت رح يكون 32 جيجا بايت مرة ثانية هي مو صالفة دوبلت السعر على نفس السعر هي صالفة توفر القطع وآبل ما حطت لك 16 جيجا بايت لأن من العام الموفوض ما كان يكون فيه تليفون 16 جيجا بايت و32 جيجا بايت أنا شوفه مقبول أنا تليفوني 32 جيجا بايت ما أحتاج أكثر وقلت بالفيديو ما لنطبع له فيه 16 كان خذيته لأن أنا من الناس اللي خزن على السحاب وأنا مو من الناس اللي نزل 50 ألف برنامج وما يدري عنهم موجودين استعمل اللي أنا أحتاجه والذاكرة كلما خزن على الكلاود فما عندي أي مشكلة مع الذاكرة الداخلية بس عندك هني 230 جيجا بايت 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت ناس ويت تتمنى كان ابتداءنا 64 128 و256 أنا أقول أنه أوكي 32 الحمد ربكم و16 أي مور وخليك على الـ 256 أو 222 اللي أحس هو الأنسب ما بين شنو الناس رح تشتري وبالنهاية الآيفون 7 بلس والآيفون 7 رح يكون حق منه حق الناس اللي متعودة على النظام التشغيلي مع الأبل لأنه هني أنت عندك آي او اس 10 وآخر الأمور اللي أنت رح تحصلها من آي او اس 10 نفس تلت علشان تقدر تشوف المستشعرات اليائتك نفس السوايب على جنب علشان تقدر تشوف الوجيتس مالوتك ونفس الشغلات اللي أنت تقدر تحصلها بالـ 3D Touch كإضافيات خاصيات موجودة عندك بكل القوائم حاليا صارت بسوبرت أكثر من اللي كان موجود عندك أنت بآي او اس 9 شغلات ثانية ممكن رح تستخدم 3D Touch في المستقبل وأبل اللي حين صراحتنا أنا قاعد أشوفه أنه جيميك أكثر منه هو شيء عملي أنت ممكن تستخدمه أو تستهلكه بشكل يومي بس النظام تشغلي مع الـ IOS 10 لين الحين نوعا ما على الـ A10 Chip اللي موجودة هنا في Fusion اللي على فكرة رباع النوى لأول مرة فعليا هي A8 Chip زائد A9 Chip والـ A8 Chip رح تشتغل لما أنت قاعد تستخدم تليفوني بشكل خفيف والـ A9 Chip رح تشتغل لما أنت تستخدم تليفوني بشكل فقيل والثنين هاتم رح يشتغلون مع بعض إذا أنت ثقلت أكثر على التليفون وبعدين رح يطلع صوت هس موجودة هنا ضايقني صراحة ما ضايقني وهذا الصوت يطلع بوائد تليفونات قاعد تنقد وتدورة شائعة بـ Apple وأنا عن نفسي ما حسيت أنه في وائد مشكلة كبيرة من الصوت اللي يطلع هنا والحرارة صراحة النوعا ما عالية بس مرة ثانية المعالج اللي موجودة هنا مع ثلاثة قيقابات ذاكرة عشوائية لأول مرة نشوفه على iPhone عطاني آداء سلس أكيد مع iOS 10 بس فيه بطء بفتح التطبيقات وبالذات تطبيق الكاميرا وحتى فيه بطء من ناحية التطبيقات اللي تكون موجودة من الخلف فاستغلال الثلاثة قيقابات الذاكرة عشوائية مو بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه لأحين يعطيك آداء ممتاز لا تفهمني غلق بس لما تسمع رباع النوى ثلاثة قيقابات تقارن على طول بأشياء ثانية فإذا انت مرة ثانية من مستخدمين Apple طول عمرك هذا رح يكون أسرع iPhone موجود حاليا بالسوق بس إذا انت كنت تستخدم Android وقعدت فكرت تأخذ التلفون ما رح يعطيك نفس الأداء اللي انت كنت متعود عليه فبالنهاية iPhone 7 Plus رح يكون أفضل iPhone موجود بالسوق وأقول أفضل iPhone كلمة حكتين قال وانا قلتها شيئا اللي طافت جيد مو سيئ هل هو يستحق الاقتناء إذا انت كان عندك iPhone 6S Plus إذا كنت تتبهي حركاتي زيادة تسويها بكاميرتك تتبهي مقاومة حق الماء ويدعاج بك لون الأسود اخذه بس إذا هالأمور هذه ما فرقت معاك كاميرامات iPhone 6S Plus لحين جيدة وبطاريتها رح تكون نفس الشيء ولحين تحتاج فتحت سماعة 3.5 ميلي خليك على iPhone 6S Plus وانطروا شوف شنو رح ينزل سينالياية أتوقع شي رح يكونه الليلة وخيد أكثر من اللي موجود بإيدي الحين فبس سمونا على طالب الكسور سلامتكم تعيشون أحمد بعركي فما الله الكريم